السلام عليكم الزواج شخص من مدينة إلى مدينة من توليد الضرب هذا الأمر عما الزواج هو حر بين أبناء آدم وحواء متى يكون المدهي عنه إذا كان من المحارم إذا كان من دمه ونحمه المحارم هو من اللي يتوارته يعني أن الإنسان لا يتزوج مع أخته ومع بنت أخته وبنت أخوه والحافيدة دياله هذا كلهم المحارم هذا لا يقرب لهم وربع الزواج لجمعهم كلهم في آيات معينة حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم ومناتكم وخاناتكم ومنات الأختي ومنات الأخي إلى آخر الآيات هذه كلها تسمى المحارم السؤال للسي محمد بن ناظور هو كيقصد إلى إنسان تزوج مع أمر عادي عندما تشعى علاقة هو من مدينة وهي من مدينة ولكن إذا توفيت أو طلقت هل يتزوج مع أختها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الأختين القرآن الكريم نهى عن ذلك والسنة كذلك وأضاف السنة الجمع بين العمة وابنتها والخانة وابنتها والقرآن الكريم ذكر الجمع بين الأختين لأن هؤلاء محارم قينا لماذا قال إذا فعلتم ذلك قطعتم أرهامكم شي واحد غيرتزوج بواحد البند وغيرتزوج مع أختها يجبع البند أختها هذا حرم أو يجبع تزوج مع واحد أمرأ ويتزوج مع بند أختها يعني الفتاة وخانتها أو الفتاة وعمتها كل هذا مبنوع حرام علش؟ قال لي أنه إذا فعلتم ذلك قطعتم أرهامكم الضب قريب لكن إذا قدر الله تعالى هذا المرمز وجبها وماتت إذا ماتت أي نعم إذا استكملت ماتت لك أن تزوج بأختها وقد وقع هذا حتى في السنة كثير جدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده وحد البنت زوجها لسيد عثمان بن عفان وأحسن إليها وعاش حياة جميلة وطيبة ولكن بعد مدة ماتت فحزن عثمان عليه السلام وحزن النبي الكريم فزوجه من أختها فصار عثمان يسمى ذي النورين ذي النورين لأنه تزوج ببنتين لسيد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع التانية حياة طيبة ومبركة وبعد مدة ماتت فحزن عثمان عليها أيضا وقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان لابن تانيتا ابن تانيتا لزوجتك إياها فالرجل إليك بزوج وحد المرأ وماتت عنه له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو خانتها أو بنت أختها أو بنت خانتها كل هذا جائز إذا ماتت أما لك تحيا لا لكن إذا طلقها إذا طلقها هل يجوز أبلا العلماء يقولوا للكراها إذا طلقها للكراها هو ليس حرام ولكن بكروه كراها تحريمية لأن البكروه هناك كراها تنزيهية وكراها تحريمية يعني هو أقرب للحرام هذا المرأة تمزوج معها وطلقتها ومن بعد زوجتي مع أختها هي غا تبغي تزيئ دير سلطة الرحيم ونزور أختها غا تلقى بأن بأن فراشوها غا توقتها غا تدعون قال لك السيد النبي صلى الله عليه وسلم المقصد قال لك إنكم إذا فعلتم ذلك قد طعتم أرحمكم فالجواب اللي سمو حمد من نظور المرأة إلا متت ممكن تزوج بختها ومن تختها وعمتها ومن تعمتها وقالتها ومن تعمقالتها كله يجوز إذا متت لكن إذا طلقت بكروه كراها تنزيهية أو كراها تحريمية وربنا سبحانه وتعالى وسعى وسعى الخير وقال لنا أنكح الغرباء أنكح الغرباء يغلق الإسلام اللي كيبغي تزوج يقلب على الغرباء كلما بعدت على الدم كذا أفضل كتبقى محترام وكتبقى معزز والدم اللي قربتين له كيقدر يقع خلافات أو مشاكل كنسموها بالدريجة كيقدر الدم كيقدره كيعود نزاعات ومشاكل وتنقطع الصلاة الرحم وكتعود العداوم والمغضاء من الأحبة والأقارب وأسأل الله تعالى أن ينبهنا جميعا إلى عيوبنا ويرشدنا إلى الصواب اللهم أمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله